لقد تقرر اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية في عام 2021 لذا تعمل المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات على وضع كل المعدات والادوات الضرورية واتخاذ الاجراءات المتعلقة باجراء تلك الانتخابات كما حدد لها وان مثل هذه الاجراءات والتجهيزات ستسمح للسكان باجراء الاحصاء الانتخابي والانتخابات في الوقت المناسب هذا وعلى ضوء التوجيهات التي قدمها مشير تشاد ادريس دي بيتنو قام رئيس المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات دكتور كودي محمد بام وطاهر مهدي المدير العام لشركة زامكو تشاد بزيارة الى امستردام بهولندا وخلال اقامتهما في العاصمة الهولندية زار مقر شركة هاش اس بي عبر زيارة موجهة الرئيس المدير العام لهذه الشركة مارسيل بوغور شرح للوفد الشديد تقنية واداء وخبرة مؤسسته في اطالي العمل في تصدير المعدات الانتخابية لذلك تم اختيار اربعة مناطق وهي مركز ادارة كوبو اولونغا في ولاية بوركو وبيبيجا بولاية الاغون الشرقي ومنطقة بولاية جراه والدائرة السادسة بمدينة انجمينة وذلك لاجراء المرحلة الاولى من الاحصاء الانتخابي هذا ومن اجل اجراء الانتخابات والتجهيز لها وضعت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات مكاتبها الفرعية في الولايات وتعمل الشركة هاج اس بي لاكمال ما تبقى من المعدات الانتخابية عبر شريكها شركة زامكوشاد اشتركوا في القناة